السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حاكم وصدقائي من تعمل قناة فوتر كويد فيديو جديد قناتنا قدمتنا بأخبار العملات الرقمي عملة لونة كلاسيك والارتفاع الأخير اللي صار بالعملة عم نشوفها العملة عليها بوليوم قوي وارتفاعات رائعة ومرابح رائعة ومتصير لكن الارتفاع لسا منتها وهذا الارتفاع بسيط لسا رح نواجه المقاومات التالية مقاومة العشرين 0.3020 طبعا حشح بالفيديو شو ابطراح 11168 اذا كانت مهتم بهاي الأخبار متمنى تتابع معي الفيديو للنهاي وتضغط على زر اللايك تشترك في قناة كفاعل زر الجرس حتى بصلاك كل جديد في عام محنات رقمي رابط قناة في التليجرام موجود أسفل الفيديو موجود كمان في بنار قناة خليكم معنا اصدقائي الى بعد الاندرو موسيقى طبعا اصدقائي عمل التيران من الكلاسيك احترمت التريند بشكل كبير جدا وعمشوف ارتداد واضح من التريند واهم شي انه قسمنا الموفيق ابرج 200 على فهم الاربع ساعات واقتربنا من التقاطع رائع جدا وهو التقاطع الموفيق ابرج 200 مع الموفيق ابرج 50 والموفيق ابرج 200 يعني الموفيق ابرج 50 يعني التقاطع ايجابي 100% مجرد ما يتم التقاطع بعد شبعتين او ثلاثة رح نبدل شوف موجود صعود بعملة تيرا لوناء كلاسيك رح نستهدف المقاومة اللي هي مقاومة 0.320 هاي المقاومة عنيدة وباقي المقاومات رح يسهل كسرة بسبب الفوليوم الكبير اللي عبصير بالعملة طبعا بحثت على تويتر وكتبت هاشتاغ تيرا لوناء كلاسيك طبعا بناي انه السبب الاعتفاع هو الاقتراح لدعش 1168 لكن قراءة هذا الاقتراح هو اقتراح يعني ما له تأثير كبير على العملة صعود لعملة هو بسبب احترام الدعوم للعملة وكثرة الفوليوم على العملة لا اكثر ولا اقل شوف هذا الاقتراح باختصار هو تعيين فريق يتكون من 6 الى 8 مطورين للعملة طبعا يشتغله بدوام كامل لمدة 24 ساعة حتى يقدروا يطوروا من البلوك شغلين الخاص بالعملة ويتم زيادة معدل الحرق طبعا في عندي تغريدة مهمة لسيزي بايننس احد الاشخاص عمل رد على تغريدي لسيزي بايننس وقال له يبدو ان المجتمع لوناء كلاسيك يحترمك كثيرا لانه يديك خططا للوناء كلاسيك ورد عليه سيزي بايننس بامواجي بشبه الموافقة يعني انه ممكن يكون سيزي بايننس عنده خطط كبير لعملة تيرا لوناء كلاسيك وطبعا خطط بايننس عم شوف تغيرات بمعدلات الحرق عم شوف تغير بقيمة حرق عملة تيرا لوناء كلاسيك كانت منصة بايننس تحرق مية بالمية من الرسوم اللي بتجيها على العملة يعني اذا صار تداولات على عملة تيرا لوناء كلاسيك ومنصة بايننس اخدت مليون دولار من التداولات تروح مليون دولار كاملة الى الحرق لكن بعد تغير خطة الحرق صار يتم حرق خمسين بالمية من رسوم التداول فقط يعني صار عندي انخفاض بمعدل رسوم حرق عملة تيرا لوناء كلاسيك وطبعا كما نشوف العملة نسا مكملة بالصعود وصعود العملة هو احتراما للترند والارتداد الوضحي اللي رح يصير الان من الموفيق ابرج ميتين بعد تلامسه مع الموفيق ابرج خمسين اصدقائي انكم وصلنا للفيديو اكمل على الفيديو قلنا اعجابك لا تنسى تضغط على زر اللايك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عام وما ترقني مع السلامة وبدونتم بخير اشتركوا في القناة